مرحبا برج الجوزاء في الكراءة العاطفية لشهر يونيون. انت يا برج الجوزاء في الورد. اه انت شكلك في حواليك ناس كتير. وانت عملك بتزهل نفسك حتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك. وكمان انت عندك انهيته وبداية اما انهيت علاقة. وابتدأت علاقة جديدة او انهيت موضوع عمل. وابتدأت في عمل تاني. اه كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور ومرموق وجميل جدا وجداب. وانت طبعا يا برج الجوزاء جداب جدا. لكنك انت بتحب انه تظهر التفاصيل هاي او انت في الطاقة تاعتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك. مش شرط لعلاقات. بل اصدقاء للمقربين. واحتمال انك انت اه انهيت شيء وانت حابب اه تبدأ من داخلك شيء جديد. انت كأنك اه ان وجعت بما فيه الكفاية وحابب تبلش عالم اخر غير العالم الماضي. فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا فاجأك برسالة وهرب. فانت عشان هيك قررت انه خلاص تنهي هذا الالم. انت في نهاية الالم وبداية جديدة عندك. وانت شفت هذا الشخص ممكن متسرع. اه غضو ومتهور نوعا ما. وانت شافه انه يعني اه كلامه مش مش مطابق لمشاعره. يعني انت يمكن بيجي بحكي لك كلام غير عن مشاعره. او احساسك انت حس انه مشاعره غير. والكلام اللي بيعطيك هي غير. وانت شفته انه ايام ما بعطلك رسالة ممكن على الانترنت. اه بعطلك رسالة سريعة وهرب. خلنا نشوف هذا الشخص شو? الهورفينت. الهورفينت هو الشخص هذا يمكن فيه زواج. اه يمكن هذا شخص مشهور على السوشيال او شخص اه حاليا اه بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او اه ينشر مجلات ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيقيم بالا اه يمكن امام جامع. اه يمكن بيقيم بالناس وبيعطيهم نصائح نصائح وارشادات واحتمال هاد الشخص هو فيه خطوبة او فيه زواج جديد. يعني اعلن زواجه جديد او فيه خطوبة. وهو شاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب. وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل لك شهرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت لتفوت علاقة لأ هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك. يعني مش انه بدك تفوت علاقات لأ انت بدك تحاول انك تكون مشهول. وهو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منك يعني اذا كان هاد الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بتمنى انه يربط فيكو لانه هو متجه عليكو. وهو نفس الشيء هو متجه. لانه هو في طاقة في الوجع. وفي الاحساسه بانه انخدر. واحساس انه هو طلع من هالعلاقة او ايا كان ازا كان فيه بينكم انفصال. ازا ما كان فيه الشخص بتعبان جدا وطاقة اه اه يكلها احزان. وهو احساسه بالالم والغدر ومش شرط ان تكون انت يا برج جوزاء غدرته طبعا. يمكن احساسه من الناس اللي حواليه. ويمكن هو عنده خسارة مادية. مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرت او انت عملت له اشي. احتمال للبعض منك واحتمال انك انت تكون زعلت هاد الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك. كامل ارادتك. يعني لانه شخص في الحال هي لانه فيه هو فيه انفصال. فاكيد راح يكون الانفصال اما انفصال علاقة. فهو حاسس انه انت انتصلت عنه نهائيا. او الانفصال جاء من اتجاعك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاه لبعض منكم طبعا. وازا هو انتصل عنكم فهو تعبانه حاسس بالاسى وبالالم وحاسس فقدانك شخص. هو مفتقدكم. مع انه طاقته هون الهارفينت هاد احساس اتجاهكم. وهنا نبين عندي انهو اللي ترى من العلاقة. اه هو انقطع هو زعلان عشانكم. لانه انتو انفصلت عن بعض. لانه كان احساس ان انتو بتشبهوا بعض كتير. وهو انت سمي او الشخص اللي بتشبهه. بالضبط انت الشخص اللي بتشبهه. انت مرايق له له هادا الشخص. وهيك هو مفتقدك. على فكرة هادا الشخص مفتقدك جبتا جبتا جبتا. وهو بحاول او هو شايفك انه انت انفصلت عنه بسبب اه انشغاله عنك. انت كنت مسلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك وكل الاحداث اللي بتصير عندك وهو كان نطنش وهو نتمانع هادا الشيء. خليني اعشوف شو بدنا اخلنا? اخليني جماعة بس كان ابني الغير قاعدة انا مشقيقي. ايه خليني نكمل قراءة. كنا بدنا نطول يا رمانس. نشوف شو وضعكم. جاوزات. ايه شكل الانفصال. ايه متأثر بحياتك الماتية. شكلك انت بتحاول انك انت ايه تبدأ بمشروع جديد. لانك انت شايف انه حياتك لازم تبلش في مشروع مش بعضفه. وكأنك انت بتطلع من كل العواطف والعلاقات. لاني انا شايف برده هون تقطك انه يعني مش احساس مشاعر انه انت متلاحف للشخص او. لأ انت شايفه كشخصية ثرثارة. وشخص مثلا بتتكمن يعني بيح كتيرو بيخد في بيروح. او اختفوا مثلا معها وادرجاع. او اجأ امهن علاقه وروح. فانت صرت انت تتطلع من هاي القيود وتهتم في ماديتك لانك انت بتعاني وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. ثمانية الشخص صار عنده برده من البرد منكم صار عنده الوضع المالي اه صار عنده خسارة في الوضع المالي. لهيك عنده صار اه اتطور. انهيار مادي يمكن. البعض منكم احتمال انه يكون هذا الشخص بعاني من الوضع مادي سيء. طيب. هاد صلويت. آآ 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 هاد الشخص طوام روح. طيب. وانا قلت انه انت صلمي. وحكيت لكم انه حاس ان انت صلمي. او كان هون الكروت. وحاس انك انت اه انت شخص صلمي تبعا. طيب. شو مشاعر اتجاه هو بحاول اتشافها. بحاول يوازن يزبط نفسه من ناحيةها. لانه بسبب انه شاف انه هالعلاقة انحط لها حدود. او بلجت الحدود تعالى فيها. فهو شاف انه لازم يتوازن لانه محتاج للشفاء لانه بمر في مرحلة آآ داخلية. انفصال داخلي هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا. فهو حاسس انه لازم يتشافه ويطلع من المرحلة اللي هو فيها. هو يمكن مبين لك خارجيا انه هو شجاع آآ الرجل المقدام او يعني شخص المقدام وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقة ويفيلم. ويروح. فهو انت شافه ظهريا هي. لكن هو بداخله متدمر. يعني هو حاسس بانه مفتقدة بالفقدان. هو حاسس انه جروحه عميقة. السبب وهذا الانفصال. طيب خلنا اشوف ليش السبب اللي هو اه 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 امكن انت حطيت لبلوك احتمال تكون ان انت انهاية العلاقة في بلوك. امكن انتو تعرفت على الانترنت كمان برضو بتصير. احتمال انه انتو تعرفت على الانترنت. او انت بترافب على الانترنت. احتمال كان لبعض منك هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكو بالسر لبعض منكو واحتمال هذا الشخص انه اخفى عليه عنكو انه هو شخص مرتبط. عند ارتباط اخر. زواج اخر او مرتبط في اسرته. او في ما صير علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة يعني شو ما صيرها. يعني مسلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو ما صير هاي العلاقة. هو مخفيها عندكم. اكما صار بعض الضلالية في هاي العلاقة. يعني في اشياء انت معرفت عن هاد الشخص الا مؤخرا. فعشان هيك انت ما بدك تمهي قلم وتبلش حياة جديدة. للبعض انكو هاد الشخص اه زي انا العلاقة معكو بشكل قاسي. ووعدكو مسلا بزواج واخلف هادا الوعد. هادا برج الحوض. هون عنا برج القوس. وبرج التاور. وبرج العضراب. همنا شوكو في هون هاي اللي كله. بس عدونا. بس هون بحكو لك يس. بس از يور صلمة. يعني انت الشخص رفيك وحا. فهذا الشخص ممكن هذا الانتصال هو من الانتصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتو الشخصين اه تحسوا بقيمة بعض. يعني ازا ما صارش ان في الصرف العلاقات وابتعدت عن بعض فترة مش رح تحسوا بقيمة بعض. البراءة كيف يتم استدعائك لتقدم القيادة? انت بتتقدم. انت روحنياتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم من الامام. انت حابب تطلع عن كل الاوجاع. ان الشخص هزا شكل اطعبت. اطعبت كالب افهم. يروح ويرجع. يروح ويرجع. ويجي يحكي لك اللب سخفي يروح. او يجي يحكي لك انت السبب وانت وانت كذا عملت وكذا ويروح. فجأة. يجي فجأة ويروح فجأة. فهون بلولك انت يعني هلأ انت اه 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 اتقدم. انت هلأ بس فدهو فيك للقيادة. انت لازم تصير قائد. او انت قائد. بلاش انت تصير قائد. قائد لمشروع قائد لا اطفالك قائد لايشي. طيب خليها تشوف برضو. عشان نخلص تبطلوت هلون. ما نكمل. برضي جوزاء. طاقتكو عالي الماء. كتير يكي. كتير كتير عضل. مش راح نقدر ناخدوه. خلينا ناخدوه معي شوش بحكو لك. الرحمة رئيس الملائكة خفف قلبك فيما يتعلق وهذا الموقف. وجميع الاشخاص المعنيين بما في ذلك عمد. انت شكلك حامل بقلبك. وقدر تنزل للموضوع. هو بقول لك خفف عن قلبك. خفف حتى اللي بتحسه بانه هم معنيين في الموضوع. او في حدا مسلا في تدخل طرف. او عندكو انتو كنتو في زواج. وانفصلتو في طلاق. فهو بقول لك خفف. خفف عن نفسك خفف عن المعنيين يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم ما بحسوا بتعبك وواجعك. لان اكيد لما يشكوك انت موجود وتعبان هم رح ينرجع معيك. فهون بحكو لك خفف. وآآآ انت شكلك تعبان لستك تخفى علينا انا. او انت بتحاول الكابر. انت مكابر. انت بتعمل شغلات اه شوي خارج عن عن مش مبادئك. اطار اعتقاضاتك انت. يعني انت مسلا كانت عندك المسلا انت محدد الاصدقاء عندك او آآ يعني بقرة الاصدقاء صغيرة عندك انت بتوسعها. او اطار الاصدقاء عندك كان انتها بتوسع يعني مسلا بتزيد متابعينك السوشي بتزيد في اصدقائك. وبتحاول انه انت تخفف واجعك بهي الاشياء. بتحس قربة نفسك. وانت قيم. انت الورد. تقط الورد. وهنقول لك انت على وقت لتولي القيادة. بس انت خفف عن نفسك. بس. طيب. هو كيف شايفك? هو شايفك انك انك انت مستقر ماديا ومستقر عقليا. انت راكز. هو شايفك راكز جدا جدا. وهو محجب بشخصيتك هذا الشخص. فشايفك متواصل شخص متواصل. وهو شايفك في العلاقة كان شايفك انك انت بطيء نوع ما اتنائي علاقة. وكان شايفك انك انت بدك علاقة صادقة وسابتة. يعني علاقة زواج علاقة ارتباط. انت شخص بتحبش اللعب. مسلا. اه طبعا عند البعض انت كزو بحكي له القراءة عكسية فهي يا جماعة تقبل عكس لما بتكون تاقطه اكتر من تاقط هذا الشخص عندي عالطاولة. طيب. وهو شايف انك انت واسق الخطوة يمشي. وشايفك كمان انه انت ازا بتحدد هدف بتروح له لكن بعقلانية. وهو شايفك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا. وشايفك نوعا ما انه انه انت ما بتاخد قرار بتكون بطيء او بتفاجأ بالقرار. انت بتكون ما ياخده ومخلص. بس انت بتشي بتفاجأ فاجأة. بدون اي صبق انظر. هو شايفك شخص استقلالي وبتحب تكون حر ومستقل. وبتحب قرارك يكون من رأسك من عقلك. برضو العضراء احتمال اذا الشخص هو طاقة ترابية واحتمال انت في طاقة ترابية كان يشوفك. اه هو شايفك انك انت كان تركيزك على العمل اكتر على الاستقرار المادي على الاستقرار الاسري وكان كمان شايفك انت شخص هي كنت يعني انت مرتبط. او انت كنت متجه للارتباط. او انت دائما مشاعرك بس اه نحيط الارتباط. احتمال انت اه عندك ارتباط بقسال. بالعائلة بالاب بالام. عندك ام بتراعيها. اب بتراعيه. اطفال بتراعيها. فهو شايفك ان انت اه طويل البال. بتوع تتفكر لفترة طويلة لحتى طاعت القرار. وانت بتدور على حقائق دائما. انت بتحب يكون الشخص قدامك مكشوف. مش اه. ما بتحبش انت اللف ودوره. لانك انت اكتف. نشيط. وانت متواصل جدا. وانت بتحب انت واضح نفسك. انت واضح. هان برج العدراء. واحتمال طاقة الشخص في عدراء برده. هو شايفك في طاقة العدراء. برج العدراء. معروف انه برج العدراء. يعني حريصي. على كل شيء. حرسين في افكارهم حرسين بكلامهم. وهو شايفك في برج العدراء حريص في كل شيء. او يمكن هو شايف انه انت بتشوفه زي ما حكيت لك. هو شايف انه انت بالنسبة له لمرأة. بتركس افعاله. بس هو انا شايفه هو في طاقة هوائية. وكمان هو في طاقة طرابية. يعني هو طاقة طرابية. طيب خلينا نشوف وكيف شايف شخصيتك. وشايفك انت مشيط متحدث بقط. افكرة انت بتحكي كتير على الانترنت. او انت ماسك موضوع السوشال زيك انه بتحاول انه تبتعد عن اه اوجاعك. لكن هو شايف شخصيتك انه انت دامن اكتب نشيط اه اه سريع الحركة. سريع مش سريع الحركة هون انه انه انت بطي في الحركة. لأ هو شايفك تجسد سريع الحركة سريع الكلام يعني اه مش القرار. وبعدان انت شخص واضح ومتواصل جدا. وانت بتحب اه لما تاخد قرار تاخد بعقلاني. حتى لو شايفك مسلا عقلاني جدا جدا جدا. وبتعرف تحط حدود وانت لحطيت حدود مع هذا الشخص. للبعض منكو انت لحطيت الحدود مع هذا الشخص للبعض منكو هو الحط. انه مش مبين عندي كتير ان هو هو موجوع. فمبين انه انت تركته بسبب وجعه واحتمل هو كابر ع نفسه وعرف انه راح يتعب لكنه اسهل انه يتركه. فعشان هيكو يشايفك انك انت انت هم يمكن انت ترفينها انت اينها انت ترون سيفي حل عقلاني انت ترتين شوفي قرارو خلاص لإضافة طريقه خلاص شعور نفسه نفسه في شيء انت خطيته عنه. اعتقد انت خطيت عن هذا الشخص يا برج الجوزاء. شيء معين كان لازم توضح لياه. وكمان هو شافك انه انت بتحب تكتم اسرار عائلكك. ما بتحبش انه تطلع تظهرها للجميع. انت بتظهر اللي بيجي عمزاجك ضحك اه كتبسات اه بيديوهات اه كلام كتب اي شيء الا اسرار عائلتك. انت محتفظ باسرار عائلتك. ويمكن انت محتفظ مشاعر لشخص انت كنت معاه في زواج. عافية انت تحبش حدا يتدخل في شؤونك العائلية. طيب شو نواية من ناحيتك? نواية ونواية انه يظهر امامك بصورة اجمل. هو نواية اه اه الناشي كلنا نودي يشوف حاله. مردها نفس الكارتين. طاقة دي الشخصة تدي تدهكينا اشيك. الا العائل يشوف هذا. يحاولي مفيد انتباعات. ايه. هو بده يشتغل على نفسه ويجيك وهو مش في خسارة. هو متشافي. لانه هلا هو بيش في نفسه. لشاعر انه انت اي 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 شخص بتعرف تشفي نفسك. انت شخص بتعرف تشفي نفسك. حتى ما تركت العلاقة. ونوايا انه يشتغل على هاي العلاقة. هو حابب هاي العلاقة. لكنه بده يتباعد شوي ويرجع وهو قوي. لانه هلا بضعيفه. خلينا اشوف شو خطوطة. تجاها. انا سوف انه بده يعرض عليك عرض. لانه هو الخطوطة هو انه جيل كوباية. مش انت بتحضر دي لها اياها. فهو بده يعرض عليك عرض. انه نشوف شو هالعرض. اللي بده يعرض عليه. الشخص الان يفسر يجيك على فكرة الشخص. هو شاب المحدة والقلق والفاجعة. بنسئل انها انتو دركتو. خلينا اشوف شو خطوطة. انا شيء بده يعني شيء اه بالضيغ في غضبه. بالضيغ في غضبه هدا الشخص. هي شيء ضيغ فيه عنك. خلينا اشوف لانه ما عجبتني انشان عرض. موضع تلمون. طيب. ايه شنوا هيا هدا الشخص من نحيطك يا بره الجوزاء. شو نعمل. يجعلك كل ذكرية على بينك. هدا الشخص صرميت. هو بحبك هدا الشخص. لكن في شيء مغضب منك. هو غضبهم. لكن هو خطوة انه ضيغ في هدا الغضب. وفكرة الشخصة يستكشف عنك اشياء. عن طريقك انت مش عن طريقه حدا تاني. بالضيغ في هدا الغضب. ويعمل حالة انه مسلا ما بده اسمع اي شيء. لكن بطريقة العقلانية والحمنية والحنان بده يعرف اللي هو حابب يعرف عنك. فيه شيء انت الخبيه عنه هو حابب يعرفه. الشخص اللي حابب يعرف عنك. بالمناسبة برضه برج الحط لانه وبرج الجدي. طيب خلينا اشوف هل هدا الشخص بحبك? هل هو هي صوب قيامي? الشخص هذا بحاسس ان انت بالنسبة الى فرصة لا تعوض. هو بحبك الشخص. وهو حاسك انك انت هبه من الله. وكمان هو حاسس ان انت زي شيء تتمنى كيف انت تتمنى مبلغ كبير من المال. هو حاسك كأنه اجاه مال وفير. وكأنه كيف نحكي احنا نتمنى انه مسلا نملك مئة مليون. وكأنه هو ملك مية مانيا لما ملكك. الشخص هذا بحبك وانا وهي طيب. يعني اكتر ان هي بش راح اقدر محكت لكم الابراج. والشخص بش راح اكتر ان هي بحكي لانه الشخص دي عمزة تفعل محبكو. لكن بالدائحة واللي بتقص عنك حقيقة ما انت اخفيتها عنه انت مسلا ما انت انت فصلتو. فشكرا اك يا برجي جاوزا. لو سمحك اذا كنت جديد معنا في قناة اشترك فارغة. ترجمة نانسي قنقر